بسم الله الرحمن الرحيم حبتي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرة صارة للسادة اللي هما ورسة الأعضاء لنقابة المعلمين حيث أنه صرح اليوم نقيب المعلمين خلف الزناتي أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم طبعا الأحد الموافق 23 أبريل لعام 2023 حيث صرح نقيب المعلمين أنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة معاشات أبريل لعام 2023 لورسة الأعضاء إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك طبعا التأخير ده كان بيصرح أن التأخير ده بيقول أنه حتى يتم إتاحة الفرصة للنقابة لتدبير الموارد اللازمة لتغطية مستحقات الدفعة مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة دفعة المعاشات التي بيتم صرفها كل ثلاثة شهر ارتفعت لحوالي 140 مليون جنيه نتيجة لزيادة أعداد السادة المعلمين المنضمون إلى معاشات النقابة لنقابة المعلمين وصرح الدكتور خلف الزناتي أن السبب في التأخير بيرجع إلى ضعف الموارد واستمرار زيادة أعداد المنضمين إلى معاشات النقابة في مقابل انخفاض المسددين للاشتراكات السنوية وحجم العائد من نسبة المشاركة في أعمال الامتحانات السنوية أيضا أبو أشار أيضا أن أعداد الورصة يقدر أعدادهم أو يقدر أعدادهم بحوالي 212.664 بالإضافة ل295 ألف معلم بالمعاش تصرف لهم المعاشات بإجماله 102 مليون جنيه طبعا 102 مليون جنيه دي طبعا أكيد للمعلمين اللي هما الورصة اللي هما أحياء يعني وقال نقيب المعلمين يعني إن شاء الله بإذنها نأمل في إقرار تعديلات قانون النقابة الجديد حيث تساهم أو يساهم إقرار للتعديلات الجديدة في حل أزمة معاشات المعلمين طبعا هيكون فيه استمرارية في الصرف وبالإضافة ممكن إن شاء الله يكون فيه تحسن وفيه تغيير فيه قيمة المعاش نفسه وذلك من خلال توفير موارد مالية مستقرة لافتا أنه كل عام بيخرج للمعاش أكثر من 40 ألف معلم بالتالي لزيادة قيمة المعاشات يعني ده بيؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات وبيصرح أن قيمة آخر دفعة للمعاشات وصلت ل140 مليون جنيه بعد إن كانت يعني كانت في 2014 ستة وتمانين آآ مليون جنيه يعني بيقول تقريبا إن هي زادت الضعف فده بيأثر على آآ يعني التأخير وبيعتذر عن التأخير على أساس إن ده بيكون فرصة لتدبير الموارد اللي اللازمة للصرف آآ يعني ربوني يأس الأمور إن شاء الله فيها على كل حال وتحياتي لكم